حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق ابن خليفة الأحمسي عن طارق أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إن لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن طارق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند إمامين جائرين حدثنا عبد الرحمن عن شعبة وابن جعفر قال ثنى شعبة وعن قيسي بن مسلمين قال سمعت طارق بن شيهاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعا وأربعين أو بضعا وثلاثين من بين غزوة وصرية وقال ابن جعفر ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين من غزوة إلى صرية حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شيهاب أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطاء جائرين حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد عن قيسي بن مسلمين عن طارق بن شيهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء فعليكم بألبان البقري فإنها ترم من كل الشجر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شيهاب قال أجناب رجلان فتا يمم أحدهما فصل ولم يصل الآخر فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب عليهما حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شيهاب قال قدم وفد بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسوا البجليين وابدأوا بالأحمسيين قال فتخلف رجل من قيس قال حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات اللهم صلي عليهم أو اللهم بارك فيهم مخارق الذي يشك حثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق قال قدم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأوا بالأحمسيين قبل القيسيين ودعا لأحمس فقال اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها سبع مرات حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 43 من غزوة إلى صرية